أهلا وسهلا بكم يا متابعاتي في هذا الفيديو نريكم طريقة تحضير صلصة البشاميل بالنسبة للمقادير نحن بحاجة لنصف لتر من الحليب 35 جرام من الدقيق الأبيض 35 جرام من الزبدة ملح وفلفل أسود بالنسبة لهذا المقادير فهي مضبوطة لو احترمت الطريقة فكونوا تأكدين أن الصلصة ناجحة 100% بالنسبة للطريقة ندوب الزبدة ونحن وضعينها فوق نارها جدا بعدما ندوب الزبدة نضيف عليها الدقيق ونحرك بالطريقة نتبهوا في هذا المرحلة من ضروري التحرك لأنه لو ما حركتها راح تحترق وتلتصق بالقاح بعدما خلطناهم مع بعضهم جدا حليب من الضروري أنه نضيف الحليب كله في مرة واحدة يعني ما نضيفه تدريجي ثم نصمر بالتحرك يعني كل شوية نحركها ثم تلاحظوا أنه هاد السلصة فهي يعني تصبح ثقيلة وفي هاد المرحلة نضيف الملح حفلفل أسود نصمر بالتخلط وها هي صلصة البشاميل أصبحت عندنا جائزة كيف كتشوفوا فهي أصبحت ثقيلة يعني ومع الوقت فهي تصبح ثقيلة أكثر فأحنا وصلنا نهاية الفيديو قد تجربوها وتنجح معكم مثل ما نجحت معي أنا شخصيا جربتها الأول مرة وكانت ناجحها فقررت أنني نجربها المرة الثانية وصورتها لكم يعني هذه الثاني مرة أنا كنحضر صلصة البشاميل في حياتي وهي ناجحة يعني من أول تجربة فأشكركم جدا على المتابعة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر